أسباح الخير أميل أسباح الخير للناس تسمع فينا الكل نبدأ وفقرة الأحداث المنتظرة لليوم بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي تنظم تحت إشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ندو صحفية اليوم 23 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الهيئة الفرعية تونس واحد بالقصبة للإعلان على قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لانتخابات أعضاء المجلس المحلية لانهار 24 ديسمبر 2023 واستعدادات الهيئة للحمل الانتخابية وليوم الاقتراع نظم وزارة التشغيل والتكوين المهني بالشراكة مع المنظمة السويسرية للتعاون الإنماء الفني واسفارة سويسرا بتونس بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة النقل والجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية اليوم 23 نوفمبر 2023 بداية من الساعة 9 صباحا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية يوم أعلامي للإعلان عن نتائج مشروع التكوين التخصصي ذو الإشهاد المزدوج بين القطاعين العام والخاص في مجال السياق الاقتصادية للإعلان عن نتائج وبرنامج العمل المستقبلي للمشروع ويهدف المشروع هذا إلى تركيز وحدات تكوينية تفضي إلى إشهاد المنتفعين بهذا التكوين وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال بشتم اليوم 23 نوفمبر 2023 تنظيم المؤتمر الأول لسياحة الطهي اللي بش ينعقد بنزل اللايكو بتونس بحضور وزير السياحة محمد المعز بالحسين ويندرج الحدث هذا في إطار برنامج لغوت كولينار دو تونيزي اللي تنفذ وزارة السياحة بدعم من جيزيد ويهدف البرنامج المذكور إلى إبراز عراقة وثاراء المطبخ التونسي من بين التجربة السياحية واستقطاب سياح جدود يبحثون عن نخوض مغامرة التذوق أهلي منطقة توليد عمر من معتمدية مكثر بولاية سليانة ينفذ اليوم 23 نوفمبر على الساعة العاشرة صباحا أمام ولاية سليانة وقفة احتجاجية وذلك للمطالبة بحقهم في الماء الصالح للشراب ولحفى السلطة الجهوية والجهات المختصة على إيجاد حل معذلة العطش اللي يعانيوا منها منذ سنوات بسبب غياب خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وغياب أي مصدر للماء الصالح للشراب مع داعين ماء طبيعية بدأ تدفقها بالتراجع منذ سنة 2019 ليبلغ مستوها الأدنى في سنة 2023 قبل أن يتوقف عن التدفق تماما خلال هذه الصائفة هكذا نكون كم من فقرة الأحداث المنتظرة لليوم إن شاء الله نهاركم زينا